في الفيسبوك الأخ محمد العميري يسأل يقول الحديث الذي رواه الإمام الربيع رحمه الله المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ما المقصود بيرد عليهم أقصاهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك اللهم معلمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم أما بعد فالجواب عن هذا السؤال هو أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المسؤول عنه ويرد عليهم أقصاهم أي في تأمين الحوزة وفي غنم الحروب والسرايا والغزوات التي يخوضونها ولو كانوا في أقصى حوزتهم فإن ذلك يكون مما يرد على المسلمين عموما فهذا هو المقصود وهذا الحديث ورد بروايات في بعضها زيادات وهي زيادات صحيحة كقوله عليه الصلاة والسلام يسعى بذمتهم أدناهم وفي بعض الروايات يجير عنهم أدناهم والمقصود يسعى بذمتهم أدناهم أي أن ذمتهم التي يعطون بها الأمان لغيرهم يمكن أن تكون من أي فرد ينتسب إلى هذه الأمة وقد ثبت أن ذلك كان من بعض النساء المسلمات رضوان الله تعالى عليهن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أيضا معنى الجوار أي أنهم يجيرون مطلوبا فيخفرونه ويعطونه الأمان فذلك يقبل من كل فرد من أفراد المسلمين ويرد عليهم أقصاهم أي ما يغنمونه من مغانم الأصل أن ذلك مرتبط بتأمين الحوزة وحراستها ثم ما يتبع ذلك من آثار فيما يتعلق بالغنائم والأنفال التي يغنمونها فإنها رد على المسلمين عموما ينتفعون منها بإذن ولي الأمر والله تعالى ألم نعم